اشتركوا في القناة 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 إن تكون مخزنة جميع الأرقام اللي بتخزن لهذه الأرقام طيب يا تمام هذا الموضوع نتجاوزه الآن في هذه الأرقام نجي كيف يترتب هذه الأرقام في المرتبة الأولى أكيد بنحط مثلا السارب 2 في هذا المكان وبهذا المكان مثلا عندي الخمسة واثنين وتسعة وسارب 7 طيب وثم أربعة ثم صفر ثم ثلاثة علما إنه هذا المثال جدا مفيد شوف يمكن يفيدنا إن شاء الله راح يفيدنا في كيفية نوارس في العمل عن طريق الفورلوبينج لأنه الفورلوبينج طريقة استخدامها وتميز باستخدامها راح جدا يحللنا مشاكل لا راحبان إن شاء الله وإحنا هسا في مرحلة مرحلة التأسيس في استخدام هذه اللوبينج وتعريف المتغيرات وبالمحاضرة اليوم صحيح نسيت أتكلم إن شاء الله بمحاضرة اليوم تحديدا بإذن الله سأتكلم عن حل هذا التاس ثم بوشق الثاني من هذه المحاضرة إن شاء الله راح نتكلم عن شيء إشيء آخر باسمه تعريف طبعا أنا عرفت فايل بسيط اختصارا من الوقت له فايل فارف سمته تاس تمام طبعا إحنا تكلمنا إنه إحنا في هذا لما نشغل أي تطبيق أو أي برنامج عن الجافا أول فانكشن أو مكان لازم يروح بدور إش اسم وين طبعا في المحاضرات الماضية قلنا إنه إحنا في إش اسم بابلت وإش اسم بابلت وإش اسم تاتيك وهذا قلنا بنتكلم عنه في دروس متقدمة إن شاء الله وعندي هذا المكان باسمه تمام إحنا هذا هو الشكل البدائي لأي تطبيق يبدأ بالعمل على تطبيق الإجابة خلينا مبدئيا سنرجع على الشغل سبعنا له هذا الشغل طبعا إحنا تخيل إنه هذه الأره فانتخزينه بهذا التطبيق شو المطلوب؟ المطلوب إن أسوي أره جديدة تمام أره جديدة هذه الأره جديدة تقوم ب أن تعطيني النتيجة مرتبة لنفس هذه الأره كيف يصير معنا الشكل النهائي بهذه الطريقة ثلاث هذا أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية طيب الشكل النهائي أكيد يكون عندي السالب سبعة وهو أطر رقم لازمعي يجي ما عندي بالبداية والسالب الثنين إذا هذا النتيجة أنا بدي أحصل عليهم ثم بيجي الصفر ثم بيجي عندي الثنين ثم الثلاث ثم الأربعة ثم الخمسة إلى التسعة بالنهاية أنا هذه النتيجة بدي أحول بس المطلوب مني وحول هذه الأربعة إلى هذا الترتيب بشكل منطقي طيب شو بيلزعني خلينا نتكلم بشكل منطقي أنا بدي أقوم بتركيب هذه الأربعة نفترض أنه أنا طبعا لدينا إمكانية إحنا كمبرمجي إنه إحنا نقدر نرفع على جميع ناصر الأربعة ومعرفة جميع القيم المتواجدة بهذه المتغيرات المتغيرات بهذه الأربعة طيب كيف منرفع هذه الأربعة أول شيء عندي الرقم السابع أنا إذا رحت وقارنت بالرقم اللي بعد إذا الر مرتبة أنا بالوضع الطبيعي بالوضع الطبيعي بسترض إنه الر مرتبة عشان أنا أقدر أحل هذا التاس لازم أفترض إنه الر مرتبة بشكل إنه أكون القواعد اللي بدي أبنيها هي قواعد صحيحة طيب كيف بدي أفترض إنه هذه الر مرتبة بهذا الشكل النهاي أنا بفترض إنه هذا الشكل النهاي إنه بدي أحصل عليه طيب لو أجيد أنا سويت إشي بدي أحكي لواحد قول بالترتيب هذه الر إذا كان العدد الأول أقل من العدد الثاني والعدد اللي بعده أقل من اللي قبله وأقل من اللي قبله وأقل من السوري أقل من اللي بعده ثم أقل من اللي بعده والأربعة أقل من اللي بعدها إلى أن نصل آخر الأرية إذا مئة بالمئة الأرية مرتبة والذريب تأكد من ذلك هل السالب سبعة أقل من سالب اثنين نعم هل السالب اثنين أقل من الصفر نعم الصفر أقل من اثنين نعم اثنين أقل من الثلاث وإلى نهاية الأرية نكتشف أنه هذه طريقة صحية إذن بستفيد إنه أنا إذا حققت النتيجة إنه الرقم الأول أو الرقم السابق يقل عدداً عن الرقم الثالث إذن إلى نهاية الأرائي إتزابنا بهذا الشيء إذن مئة من المئة الأرائي المرتبة الفكرة كيف بدأ أقوم بهذا الشيء؟ الآن خلينا نمشي على الأرائي الأولى نفترض طبعاً حين خلاص اتفقنا على إنه إذا كان الرقم الأقال السابق أقل من الرقم الأول من بداية الأرائي لنهايتها إذن أنا بحث على الأرائي مرتبة طيب خلينا نمشي على هذا الأرائي السابق الثالث إثنين هل هي أقل من الخمسة؟ نكتشف نعم إذن الأمور تمام الرقم هذه الخمسة أقل من الأثنين بكتشف أنه في خلط في مشكلة اللي هي ما اتبعت القواعد اللي أنا لازم يعني آآ ألتزم بها اللي هي لازم تكون أقل بحيث أنه تعطيني الصورة النهارية فعون فرن دي مشكلة طيب شو لي مطلوب مني أنا في هذه الحالة؟ أني أقوم بعملية سوابي إنه أنا أول نتيجة ومرها تمام سالب الثنين طيب إحنا هنا مشكلة الثاني بالخمسة ليست أقل من الثنين نفترض أنه نعمل سوابي إن هذا الرقم وهذا الرقم يعني يصير الثنين مكان الخمسة والخمسة مكان الثنين لكي نحصل إلى هذه النتيجة سالب الثنين هل أقل من الثنين؟ من لاحظة النعم. اثنين اقل من الخمسة. نعم. الخمسة اقل من التسعة. نعم. التسعة هل هي اقل من السبعة سالب سبعة. اذا لا. اذا عندي كمان في هذا المكان مشكلة. طيب. لو ترجونا الكلام اللي تكلمنا فيه. اني. وانا ماشي. بظلني اعمل سواب طول ما بظلني اعمل سواب كعبيلما. او حط في النتيجة للقواعد اللي انا افترضته. انه طالما العدد السادق اقل من العدد الاول من بجالة الارية الارية. بظلني اعمل هذا الشي حتى اصل الى النتيجة الناية اكي? هذا الشي. الان بيغزمني امرين فقط. الامر الاول انه اكيد بدي اشي يقول بعملية الدوران او اه ان يمر على كل اليمانت وايليمت صحيح. بدي اشي يمر على اليمانت وايليمت وهذا الشي كيف تكلمنا فيه المحاضرات الماضية? انه كيف ممكن اعمله? طيب اول اشي عنا كان عنده هذه الارية. خلنا نعرفه بهذا المكان. هذه هي الارية. ممتاز. هذه هي الارية اللي احنا اتفقنا عليه. لكن جير مرتبة. طيب. كيف انا فيه بقدر الف على جميع هذه العنصة الارية؟ بدي تمشي. عنصه. ثم عنصه. الى نهاية الارية. كيف بقدر احقيق هذا الشي? ودعلي ندخلها الاشي اسمه اللوبي. واخذنا مثال القوة الفور. صحيح? الفور ردا بسيطة. قلنا في هذه الفور. منعرف بعدد بداية انتجار اي. ليش اي؟ لانه انا عارف انه الاري. تبدأ ترتيبها من صفر. انا بدي استفيد من هذا الرقم. اللي هو الصفر. ليش انا اعرف اعدد كل مكان الاري. وانتجار اي يبدأ من الصفر. طيب. طالما هذا الاي اقل من عدد عناصر الاري. كم عدد عناصر الاري؟ تسع عناصر. طيب. كيف ممكن امثل هذا الشي? تكلم للحاضر الماضي بممكن احكيه. اي ار ار دوتس لين. هذا يرجعني بعدد الاري. بعدد الاري الموجودة عدد العناصر الاري المتواجد معي. طيب ما شوه هذا الاري ار ار ار؟ نعم هذا هو. تمام؟ عدد عناصر الاري. المتواجد معي بهذا المكان. طيب. الآن طالما اقل اي. طالما اقل يظل يعد اذن. انا حققت لغبي. بقدر يلف على جميع عناصر الاري المتواجدة. معنا في هذي الاري. طبعا اهذا في عنده مشكلة انه مش عامل مع البوليان هنا انا معرس. هون الاري. اقل. اقل من عدد عناصر الاري. اذا انا حبق بهذا الشيء. اذا اخذ تكلمنا فيه في المعادلات الماضية. انا اقدرت او 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 اه وحبق شيء اقدر نفعل عناصر الاري. طب. نرجع على الشيء اللي بدنا اياه بالضبط على الرسم. هذا. الان انا اقدرت امشع كل عناصر الاري. طيب. شو اللي بدي يا الخطوة الثانية انه اقوم بمقارنة الاول بالثاني. كيف هذا الشيء ممكن انا اعمله. طيب تمام. بمجرد انه اجي احكيله. اذا كان العدد الاول اللي هو في الاري. العدد الاول اللي شو هو عدد السابق. اللي هو الصفر صحيح. والعدد الذي يتلي. العدد الذي يتلي اللي هو طالما اكبر مثلا من عدد اللي تلي هو اي ار ار. اللي هو الواحد. بهذه الطريقة اذن هذا الصابق. وهذا التاني. طيب. انا ماذا في معي هذه الارقام. انا في معي اللي هو مميز اسمه الاي. طب. كيف ممكن اميز هذا انه اقول لها الاي والعدد اللي تلي. بجيب احكيله الاي قد ما كان عدد الاي. والعدد التلي مية بالمية بكوني هو الاي. زايد واحد صحيح. يعني اذا كانت الاي صفر العدد الذين لي اي زايد واحد. اللي هو الخامسة صحيح. اي الار الريئي الصفر. اللي هو اول عدد. هو السابق اثنين. طيب. اه اية. اه. اي كانت صفر زايد لنا واحد. زايد واحد. اللي صفر زايد واحد. اذن اي ا ار ار للواحد. وهو اكيد انه انصر التلي. طيب. انا قدرت انه احكي بكتع م اه اه اقارن بين عنصر وعنصر تلي. بغض النظر. حتى لو او كفصلة الاي للعدد خمسة على سلميثان خمسة مثلا صفر واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة اللي هو اربعة العدد التالي له هو صفر هذا كيف ممكن اما اقارن من هذا والذي بعده خمسة اي ار ار خمس زائد واحد ستة اذا هذا ترتيبه اي ار ار ستة طي اذا هذه الطريقة ممتازة اذا لكن خلينا نرجع على الشيء الاهم الان في ايش احتكلمنا في بهذا المكان انه اذا وصلت عندي صارت عندي مشكلة كيف المشكلة يعني لما جدنا اقارن العنصر الاول اقارن من العنصر التالي لان امور تمام لكن لما وصلنا الى حد معين لهذه الاريه العنصر الثاني ليس اقل من العنصر الثالث اذا انا بحاجة ايش بحاجة اقوم بي نقل هذا المكان الى هذا المكان كيف ممكن اقل هذا المكان الى هذا المكان هل على سبيل المثال أجي أحكيله هذا العنصر اللي اسمه A4 أو A1 بهذه الطريقة مثلاً A1 يساوي رندي مثلاً يساوي يعني أعطيه قيمة الثنين أعطيه قيمة العنصر اللي بعده ARR للثاني يعزيره الثوء وهذا اللي نرقب بترسيل ثم باجي أحكيله ARR الثاني على سبيل المثال هيك أول شيء ممكن يفتر في بالك الثاني اللي هو ARR الثاني يساوي الأول يساوي الذي قبله طبعاً بهذه الطريقة طبعاً ننسى شوي الأخطاء البرمجية ما في إشكالي لكن نحن نمتلكنا لمنطق أنا نفترض أنه ARR1 إيش هي اللي هو الرقم الخنس بدنا نحطه بهذا المكان اللي هو ARR2 طيب منطقياً أنه صار بهذا المكان عندي ثنين طيب الآن بدنا نرجع إلى الكمبيدر يقوم بتنفيذ السطر اللي بعده ARR من الثنين هذا الاثنين يحط ليها بالأول فصار عندي صار في الثنين صار كان الاثنين الخمسة اختفت كيراً لأنه أنا ما حفظ عقيمة الخمسة لأنه أنا هذه الخمسة كانت اختفت اختفت لأنه أنا هذا العدد وضعته في الأول والأول أصلاً الآن صار الثنين فلو بدي أوديك مكان الثاني فرح يرجع الثنين باثنين وهذا الشيء لا يتحقق معي إلا في عندي طريقة أخرى اللي هي لازم لو سوينا متغير آخر لعملية للسواب مش فاهمية قليلاً نتكلم بشكل منطق مثلاً أنا عندي كاسين من العصير تمام؟ مثلاً بهذا العصير العصير عصير أورنج مثلاً وهذا عصير جزر مثلاً 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 هذا الكأس الأول وهذا الكأس الثاني بدي أنا بطريقة معينة أقوم بنقل كأس الجزر هذا عصير الجزر في هذا الكأس وهذا المكان الثاني كيف ممكن منطقيين أعمل هذا الشيء؟ هل بقدر أعبي هذا المكان في هذا المكان؟ لا يجوز ليش؟ لأنه هذا أصلاً ممتلع وهل بالمكان لأضيف هذا في هذا المكان؟ ما بقدر طيب لو رح نجدنا كأس آخر ليساعدنا كأس فالف طيب لو بجيب هذا الجزر أو عصير الجزر بضيفه في الأول تمام؟ ثم الآن هذا بيصبح معنى فارغ صحيف لأنه أنا ما أقوم بإضافته الآن هذا صافي عندي عصير جزر وهذا الآن أصبح عندي فارغ ممتاز جداً هذا الفارغ طول ما أحقق عنده الفارغ بقدر أجيب الأول هذا وأنقله بدافنه تمام؟ بصير عندي هذا الفارغ والأول هذا اللي تجبناه كان فارغ أصلاً من البداية اللي جبته عشان يساعدني بعملية الناقل بضيفه بهذا المكان فالآن قمت بنقل كأس عين العصير في كسيم الفن وهذا اللي بيصير معنى تحديداً برمجياً فأنا بحاجة إيش؟ متغير متغير مثلاً تعرف متغير على سبيل المثال فارغ جداً تحكيله مثلاً تمب مثلاً تمب يعني فارغ مثلاً نحكيله انتجر تمب بهذا المكان أعضي عنصر فارغ وضيفة فقط سوري وضيفة فقط هذا المتغير على سبيل المثال فقط لعملية الناقل فأنا بهذه الطريقة اكتشفنا إنه خاطئة ليش؟ لأنه أنا لو بدي أعطي الأوب مكان أو أعرف هذا المكان بنفس قيمة الثاني صار عندي الرقمين نفس الشيء طيب كيف بدي أجيب الرقم اللي كان في البداية؟ راح يضيع مني فأنا بهذه الطريقة خاطئة هذه لعملية الناقل إذا فاضطرت بعمل متغير فارغ لأمور الناقل ممتازة يعني الآن نجي نكمل الرقم كما متواردة معا بهذا الرسم طيب قدرنا ننقل هذه الرقم الآن مش منطقياً هل هذا منطقياً إنه مثلاً هذه القطعة اللي قمنا بترتيبها في البداية أن تكون مرتبة ممكن تكون تتبع القواعد إحنا أخذناها في البداية إنه العنصر الأول يكون أقل من الثاني والعنصر الثاني أقل من الثالث اللي يريه لكن ليست مرتبة طيب كيف ممكن أتأكد بدي أقطار كمان أرجع لهذا القطعة الذي قمت بترتيبها طيب خلينا نتخيل هذا الشيء مثلاً أنا عندي الرقم فيها سالب 2 وسالب 7 ومثلاً فليكن أو لا سالب 7 بهذا المكان وخمسة ومثلاً صفر وهونا 2 طيب نفترض إنه هذه الأرية المتواجدة معني الآن هذه الأرية سالب 7 أقل من الصفر نعم أقل من الصفر وصفر أقل من الثاني الآن منطقياً طبعاً إحنا ممكن يتواجد معنا هذه الأرية 2 وهذا صفر أو لا سوري سوري مثلاً عندي سالب 2 والصفر بهذه الطريقة وسالب سرعة ركز معي الآن ننسي هذا الشيء ننسي هذا الشيء عندي هذه الأرقام طيب على نفس القاعدة سبعتنا العدد الأول هذا منطقي أنه أقل من الثاني طيب تمام وهذا الثاني ليس أقل من الثاني فرشبعه بسوي أنا بنقل الأول مكان الثاني فبحصل على نتيجة زي سالب 2 البداية ثم سالب سبعة ثم صفر نيجي الآن لهذا الترتيب لا يرني أنه مرتبة بالمي لأنه لو أرجع أرجع بالبداية بلاحظ أنه السالب سالب 2 هي أكبر من السالب سبعة فبالطر كمان أبدل الأول الثاني علماً أنه بالبداية كانت ماشي مع الأمور تماماً فأنا بدي كمان إن لي بعض طبال الجزء الذي هم بترتيبه أقوم بعملية لوبينغ آخر عليه إذن شو جاني لوبينغ آخر إذن أنا بحاجة لوب داخلية أخرى لي ليش؟ لي فقط لترتيب القطعة اللي كنت ماشي فيها من البداية من البداية إن شاء الله خلاني نرجع إلى هذا الجزء طبعاً هذا عندنا الأمور آآ تبع طرتي قلنا أمسح مع بعض الأمور إن شاء الله آآ أمسح هذا الشيء في البرمان نعمل فاين إني نوجد سيف مش مشكلة طب بعد المشير معنا الآن نرجع لما كنا علي إن شاء الله نرجع مع كل علينا طبعاً إحنا آخر الشيء عشان لما وضح لنا أنه ممكن أنا أمشي بنفسه القواعد مثلاً كان عندنا بثاني سالب 2 وصفر وسالب 7 ومثلاً عندي الرئيب هذه الطريقة مشيئت فيها بالضوء الطبيعي لأول أموره تمام أقل من الثاني والثاني ليس أقل من أول ثاني بس بروق برقب من هذا بعمل سوابك بين الثاني والثاني بحقق الشكل هذا سالب 7 بهذه الطريقة لأنها تتيجي مكان هذا وهذا مكان الصفر وهذا بترجع السالب 2 أصليكات البداية لكن أصلاً هذه القطعة تكون ترتيبة ليشت منتبة فأنا بحادث إيش؟ عمل لوبينك إليها فالموضوع مش بهذه البساطة فأنا بحاجة لوب وهو بداخلها لوب لأترتيب هذه الأردين فلاحظة لسالب 2 ليست أقل من السبعة فأنا كمان بدي أعمل سوابينك ما بين هذا الرقمين سالب 7 وسالب 2 ليش أنا كنت بشرح هذا الشيء أول شيء كتابياً أو بالرسم قبل ما ننفذ برمجية لأنه لو بدنا نخلو برمجية إحنا بدنا يكون عارفين شو اللي بدنا إحنا نسوي إحنا بدنا ننقذ الأفكار اللي أنا خطط لها تمام؟ هذا الشيء الأفكار أن أترجمها برمجية أنا إذا بوصل لمرحلة من مراحل هذه الدورة أي فكرة في بالي ما قد أتنفذها برمجية إذا أنا برمج محترف فهذا وصل إحنا اللي بنعمل علي براكسينج أنا بدي أعرف شو اللي أساوي للضبط أنا أرتب أموري أرتب الفضوات صحيح؟ ثم بكون عندي نتيجة نهائية في البداية في غال تحققت هذه الجديرة النهائية وأقولها تماماً أعطتني صح إذا أنا اللي كنت ماشي فيه منطقياً تماماً طيب فأنا بدي أرتب هذه الأرية اللي أنا مشيت عنها يمكن تكون ثلاث عناصر خمسة عناصر بغض النظر صحيح؟ فأنا نازقه شيء فأنا شو يلزمني الآن؟ خلنا نرجع على الكود تابعنا يلزمني عمل اللي هو لوبينغ داخلية بس اللوب مش عكامل الأرية على القطعة الأولى طيب ممتاز طيب خلينا نروح نسوي هذا الشيء آآ الآن خلينا نكتب بهذا المكان الآن دقيقة بس اللهم اصطلع عبد المحمد طبع هذا هذا خاص بدنا إياه أكيد بحاجته هذا اللي هو temperature بس خلينا تمتهم مش temperature لا تمت هذا هو يعني متغير ثارج طيب الآن بدي أسوي for أخرى الآن looping أخرى هذه اللوب من وين لوين أنا بدي أعرف من وين لوين؟ طبعا بدي أعرض متغير أخر للبداية منطقية بدل ال i بدي أقول له j لأن ال i هذه الأولى دائما للرية الكاملية والداخلية للرية المقطوعة أو اللي أنا كنت ماشى عليها فبقول له مثلا أعرف for جديدة j تساوي مثلا تبدأ من الصفر ما في إشكالية لكن وون الدعب لمتى يظل عندي لمتى يظل عدت عندي طبعا إحنا لنا array صحيح؟ هذه ال array لو حكيت له array dot lin طالما j صري j طالما j أقل من ال array كاملة dot lin هذه ال array كاملة صحيح؟ أنا ما بدي ال array كاملة بدي أشيل منها العناصر فقط اللي اللي أنا مشيت عنها فبك بدي بحكينه ناقص العنصر اللي هو ال i يفوت ماشى علي من البداية صاريت منطقية بس أنا في شغل سيناف في البداية أنه أنا لما أحكي له arr dot lin برجى لي عدد عناصر الر لهم 9 لكن آخر عنصر بال array بكون ترتيبه الثاني 0 1 2 3 او اذا كان لثمان العناصر يكون ترتيبه السابع. فانا لازم بعد كل اي اي ار ار دوت لين. هذي اجباري يعطيه لدوت ناقص واحد. ليش? لان اصلا انا مبلش العد بن صفر. وهذه الري منطقيا كان انو احكي له. شي اللي العناصر اللي انا مرأت منها. اللي هي الاي. اللي في البداية مثلا كانت الاي واحد او اثنين او الثلاث بغض النظر. واصلا الري بحاجة ناقص واحد. واصلا اللين كانت ناقص ناقص واحد. لحتى ما ننسيها ان شاء الله. وبهذه الطريقة. فانا قدرت اوصل لقطعة الاولى نتخيب. قدرت اوصل لقطعة الاولى هذا بس العدد انو كان ثلاث او اربعة. ما بدي الري كاملة انا. انا بدي الري كاملة لا. بدي بس الري هذه الاي لو نوصل لعدد مثلا ثلاث. زي وان دو ثري. صحيح? فهذا اللي انا بدي انشي وادف عليه. وباقي القطعة هاي لا انا ليش بحاجة تساهم. انو انا بدي ارتب اللي انا حققت فيه بالداخر. يا سلام. نكمل. فبهذه الطريقة انا. فامور ان شاء الله تمام. طبعا ليش الواحد هذا? ليش الواحد او سالب واحد? انو اصلا هذا الري دوتل. تمام? وكيد عندنا هون الجي بلاس بلاس كل مرة تزيد عندنا انا هذي الجي بلاس. الان شغل غير يكون معنا بهذا المكان. انو هو يقوم بعملية او يقوم بعملية الاعادة من البداية النهائية. طب كيف ممكن انا احتيحنا هنا في حكينا امر جدا مهم. انو ان العنصر السابق اقل من العنصر الاول. برمجيا كيف اعمل هذا الشي? اقل اذا انا بسطلط عليه او بكني بسأله. اذا بحاجة اف. هل هي اقل? كيف هذا الشي مكترين برمجين? بحكي له ايه? انا هذا العدد الاول بالدير طبعا مبدئيا بالدير طبعا. بداخل انا شو حاجة بحاجة? بحاجة بانو احكي له الاي ار ار ار. الاولى ليه السابقة. ها طالما اقل. طالما اقل. تمام? من الريع التالية. اللي اتتتنيها كيف اكيدا? انه الجيل. لاص واحد هي تعني تلي اه اتتليها. هذه بطريقة اني انا بقدر اقارن العنصر السابق بالعنصر التالي. ممتتتدا. وفيه اننا متذير اول اشي. قلنا. بدنا بهذا المكان. بدي متذير فارغ. تمام? حتى اقدر او اغير او ابدل. العنصر فيه حال اضطررت. في حال تحققت هذا الشر. تمام? قطعا او لا اكبر. اذا كان اكبر. بدي اقوم بعملية التغيير. تمام? طيب الان بدنا نعرف هذا المتغير اللي حكينا عنه يعني فارغ. تمام? بدي اساوي اكيد في العنصر الاول. زي ما حكينا في اه مثال اللي هو اه مثلا عندي اه زجاجة العصير. بدي اول الاول. اضيب في هذا المتعالي المتغير الفارغ اللي هو هذا الاول. يا سلام. طيب. ثم ما بعد ذلك بدي احكيله. العنصر الثاني بدي احطه في الاول. يا سلام. كيف هذا الشيء بنعمله? بيقوله اي ار ار ار. للي جي. في هذه الطريقة. هذه الطريقة نجي نحكيله. سوي يلي اياها في العنصر الثاني. اي ار ار في الثاني. شو يعني الثاني? يعني جي. لص واحد. قضل اذي تالية. مية بالمية. ثم ما يتبقى عليك الفارغ هذا اللي ما سبته في البداية. تمام? شو بدي احطه مكان اللي انا عبيت في هذا الاصل اللي هو الثاني. تمام? نجي نحكيله نقول. تم. هذه الطريقة. شو يساوي? او لا مش تم. يساوي كم يفترض? اي ار ار. اللي هو الجي. هذا. زائد اللي هو الثاني. زائد واحد اللي هو التالي. هذا اللي انا الان بدل ما افقد قيمته. قبل ما افقد قيمته. انا اقصي ميكونا. الان يساوي اللي هو التم. فالاني بهذه الطريقة شو اللي سويتم? انا اقوم بتغيير المتهيراي في حال كان رقم اكبر من الرقم الذي يليه. طبعا هذا مش هكه الار اي كانت عندنا سأل اين كنا نساوي هذه الطريقة. طيعا. نروح نعمل اه الان. يفترض الان هذه الار اي شغالة معي. شغالة معي البناكي. ممكن اتأكد. برضو احكي له والله يطبع لي الار اي. ممكن يطبع لي هذه الار اي في النهاية. طبعا عندي ايان غير مرتب الان. كم ممكن نحكي له طبعا عنه جولة الطبعة. تمام? لاحظة انه دائما. برضو اي شغالة معي البناكي. هذه العاملية اطبعها. طب كم بتطبع هذه الار اي فالنحن ببالله يطبع لي هذه الار اي فقط. هذه الطريقة. دي كل انا اطالع ببعاه. انا حطفتها هذه خارج المين. وهذا خاطئ. طبعا لازم مكان. تمر. الان ونروح نشوف شو اللي يصار معنا الان. ننفذها ذا كرة بنفذها. ما تضير اف فايل وما تضع عمالية التنفيذ. طبعا طبعا اه طبعا الار اي كان لهذا لا. اه بدي اطبع للار اي سوري عشان اطبع الار اي. بدي احكي له فور كمان. احكي له فور. وبعلي هذه الار اي. وبعلي الار اي الجديدة. هذه الار اي الجديدة. كم بحكي له? انت جاب. احكي. او نفس هذه الار اي هذا. بعد نفسه. معلي والله هذه الار اي الجديدة. تمام هذا السيستم. اي 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 ار اي تريد. امتاز اروح نشوف. طبعا لنا الموضوع لدينا بسيط. سالب سبعة اه من ناحية تلاحظ عندك انه الرقام بس عشان اه متقاربة ممكن اجي احكي له مثلا اطبع هذا الرقم وزيد عليه شيء بسيط مثلا زي مثلا هذي سبيسيز. تمام? عشان نقدر نشوف الفرق ويناسهم. هذه الطريقة اجمل. تمام? فالان سالب سبعة سالب اثنين سفر اثنين ثلاثة اربعة خمسة. بهذه الطريقة نقوم بترتيب هذه الارة. من هذا الشكل الى هذا الشكل لهذه الثوارزمية. هذا يسمى الالغورثيوم علما. الالغورثيوم نحن نتكلم طبعا اكيد انه لاحقا لكن لا يمنع انه احنا كنا نستخدم الالغورثيوم اصلا لتعريف الثوارزمية هي الثوارزمية. انا قمت ببناء خوارزمية. طبعا هذه العملية اللي هنسمى على العلم. في اشي اسمي تمام? بس اقدر نخلي هذا الكلام نتعمق فيه لاحقا ان شاء الله في الماري السورت والكثير. هذه اللي انا بقول بعملية اه 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 انفذ الاول والثاني واشيك. هل هو اقل ثم ارجع من البداية ثم ارجع عندها. هذه اسوأ طريقة للعلم. لترتيب الارة تسمى الارة للي تختاخذ ماري اه اشي اسمه كومبلكسيتي عالي جدا. طبعا شيني كومبلكسيتي ان شاء الله سنتكلم عنه راحتنا بالتفصيل وكيفية حسابه وكيفية طريقة الحساب وشو افضل خبرزمي امشي عليهم. هذا الشي لما نوصل مراحلة البروبلم سرمي. نحن الان لسه مراحلة الاساس. الفكرة فقط من هذا التاسك الفكرة الوحيدة فقط من هذا التاسك انه انا والله بامكاني اتعامل مع الفورلوبي مثل ما تعلمنا في المحاضر الماضية. كيف اه اتعامل مع الارة كيف ممكن ادور على زميع الارة. طبعا هذا بثارة جدا مناسب. يا حتى انه عمد على هذه المواضيع. بالاضافة كيف انه اقدر على اتعامل اه 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 نقل الافكار البرمجية. يعني يفترض انه اول مثال يكون بسيطيش ان انثلة القادمة ان شاء الله. راح يكون فيها شوية التعقيد. تمام? فيها شوية التعقيد. دلوقتي يزيد التعقيد يعني خطوة بخطوة حتى نصل الى مرحلة انه يكون قادر ان شاء الله لحل اي مشكلة. طبعا اه لانه نوصل مرحلة اسمه راح نحل مشاكل حقيقية. راح نجيب مشاكل كبيرة بدك تقراها حتى تقوم بكتابة كود برمجي يقوم بحل هذه المشكلة العلما. احنا فقط القواعد لحلول البرمجية. نفس اللي عملناها اليوم اول اشي انا جيبت ورقة وقلم عاني. انا حللت المشكلة. انا شو اللي بجي اوصله للنهاية? طبعا لحل اي مشكلة. طبعا فيه خطوات معايب من شعالة. لكن الجنرال دائما انا شو النتيجة النهائية اللي بجي اوصل عليها? وكيف يحقق هذه النتيجة النهائية من النتيجة البدائية? هذه الكلمات التي تتحدثت الان هي عبارة عن كيفية تحلي اي مشكلة. تمام? طبعا ما ابتدئيا هذا هو اللي هو اللي يسمي اللي هو البابل سورتين بس بنباب المعلومة طبعا. مثل ما ذكرت. اه اسماء الخوارزميات واسماء السورتين كله وضع سنتكلم فيه لاعرفا. لكن الفكرة احنا من هذا المثال احنا زي ما تكلمت التعرف كيف تتعامل مع الري مع فور وكون فور جوه فور ما في اشكالية. ثانا عشان تكون دائما على سبب نزال ولا تستغرب من اي شكل برمجي انتم متواجد معك. طبعا للعلم بعد العلم في هناك طريقة اه يعني اه 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 برمجية طبعا انا بحب اعمل اه امر الناتب ثم الادفاس. كيف هي الادفاس انا راح اتكلمنا. يعني انت امكانك من البداية ما في داعي لهذا الفور والفور والفور ما في داعي. بس اكيد لازم تفهم شو اللي بصير. طبعا فيه انك مكتبة جاهزة تسمى اللي هي اللهم صلى الله عليه محمد الاريس من عناصر الاريس. شوية تسمى بتجيب عندك اشي اسمه اه امبورت. علما نحنا احنا تكلمنا انه هذا المكان الاريس بامكانك ان تجلب فاكيجات اخرى خارجي. نحن يسديد فاكيجات. بقدر اعمل امبورت لباكيج اسمها طبعا جابا دوت تيوتر. اه دوت الرئيس او شري بقشي. دوت. اه رئيس هذي هذي. بمجرد انك تعمل جابا تتهم فيها انا بقدر استبد من هذه الباكيج اسمها الرئيس. كيف? طبعا اعملي كومنت لهذا الكود كامل. خلي بس هذا هذا الكود اللي احنا سوينا الان. تمام? هذا الكود. نعمل له كومنت. كيف نعمل كومنت بهذه الطريقة? بس بمجرد طبعا افترض ان هذا الكود مش موجود معك. بس بمجرد اللي تفكيو. الرئي. هذه الرئيس هذي هذه الرئيس هذي نجبنا الان. هذه الباكيج. دوت. دوت ايش دوت سورت. يعني رتب. رتب هذه الاري. اللي يسمى ايش? عندك اي ار ار هذه. تمام? للعلم الان تكون ترتبت. دون اي مشاكل. يعني هذا صار يكافئ هذا الكود الصارق. تمام? الكود الصارق فقط. بقوله الرئيس و تسور. فعليا رح يرطب لك ياهو الدريد. اطبع لي اياها. ما في مشكلة خلينا نطبعها. الان طبعا ياهو الامور تمام. لكن انا ليش ذكرت الكود الان دوت ديت. شو اللي نسير بالضبط? احنا اكيد ما رح ناخذ كل الامور اثوات جائزة. بدنا نعرف. اللي احنا قياس البرمجي لالجورثي من خوارزمي الحقيقية شو اللي صار بالضبط. فبهذه الطريقة حن نيتف يعني كود عقيقين كتبو. وبهذه الطريقة باستيعانة في باكيجز خارجية تسمى لادرس تسمى باكيجز بلط النظر. كتبت خارجيا تمام? الاستفادة منها تسمى الرئيس. بس بقوله دوت صور. طبعا في كثير من الميثود. طبعا نصف من ما قد نشو يعني مثود شاني كذا. بقدر منها صورت. بقدر منها صورت عكسيين. يعني تباليش من صغير الكثير من كبير لصغير. لكن الخمس. الرئيس. هادي هي البلعلى. تمام? دوت صورت. والتبليات. فانا اختصر لهذا الفود كامل. وهذه فقط ضد عملية الطباعة. طيب. هذا بالنسبة لحل تاسك التليم يعني. ان شاء الله هو اه 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 يعني مفهوميا. انساهل ان شاء الله. لكن انا بدي ان الجميع هذا المكان. هذه المرحلة. يقوم بكتابتها اول واحدة طبعا. اللي يسلم التاسك قلة. قليلا. يعني ما بعرفه اثناء اثناء اشخاص بقط. تمام من جميع المتواجهة. اتمنى من جميع المتواجهة. هسا اللي راح ترجع بتحضر هذه المحاضرة وراءة ثانية. اه ضروري. كل تاسك نقوم بالان انه التاسكات القادمة. كما تكلمنا تعلم البرمج هو تعلم تسلسلي متتالي. يعني المحاضرة التالية تعتبد عن المحاضرة التي قبلها. تمام? لانه فانا بصريحة العبارة. المحاضرات القادمة راح يكون فيها دسم كبير جدا متحديدا. لما نفوت بمرحلة الوبجيكت اوريانتد. بدنا يكون في تمرير المتغيرات وتمرير غلاس ثم هذي غلاس ثالث من هذي. راح يكون في تعقيد برمج فيه هنا. ماشيين الآن خطوة بخطوة. لازم نحقق المفهوم الكامل من هذه الخطوات حتى نقدر نطلع الدور مع بعض ان شاء الله بالخطوات التالية. فانا المطلوب من الجميع انه اللي ما سوا هذا التص يقوم بكتابته لوحده. انا عارف انه انت بانك تبحث عنه مثلا على النت. انا احنا بدنا احنا تعلم الاقوات البرمجية لانه قدام. انت ما كانت معك المهارة البرمجية على سبيل المثال انت توظف. تمام? في عندك مشكلة حلة. هذه المشكلة ما تتلقاها انت على النت. فانت بتكون اصلا مرتاد على البحث في هذه الامور تمام? فانا بدنا كيفية الكتاب البرمجي حتى تكون شويتك وعميتك دائما في الحلول البرمجية حتى على مستوى المقابلات دائما موجودة هذه المهارة باذن الله تمام? طبعا. اه هذه الطريقة الثانية خلينا طبعا هذا الشقة الاول من هذه المحاضرة. ناخذ استراحة بسيطة لانه في بعد الشقة الثانية من هذه المحاضرة ان شاء الله بدنا نتكلم عن شيء جديد اللي هو الفانكشنز تمام? اللي هو الفانكشنز شو يعني هذا المين تمام? وكيف الممكن وعارف فانكشن ما معنى وشو معنى انه ما قدر عارفها? هل ما قدر عارف غير الفانكشنز زي الانججر والفروت هذا اللي سنتكلم عنه فيه بعد الاستراحة ناخذ استراحة عشر دقائق ان شاء الله قدرى الامكان طبعا هذا الفان ان شاء الله اكيد راح اشيره مع الجميع وارسله على الوه الجروب واتساب باذن الله طبعا واستريع عشر دقائق ثم نبدأ في المحاضرة اللي هي التالي او الموضوع سري الموضوع التالي اللي هو الفانكشنز طب بشكل عام شوه الفانكشنز اللي هو هذا اللي هو كيف تكتب اسم الفانكشنز والطاراميتر شويني باراميتر شويني بالداخل وارجمنت كيف يبدأ من البلوك وما معنى فويت وليل وحاضرة التالي ان شاء الله شونا نتعمل شويني باب لك شويني استاتيك وهذه الامر ان شاء الله طيب ناخذ ان شاء الله استراحة ونعود ان شاء الله بإذن الله طيب ثم نكبر ان شاء الله الان عظلتنا هذا اليوم خليني بس اشغير نوزن بعمل شير طبعا حضرت اليوم قدنا نعمل شبار جديد نحكي مثلا هذا الموضوع يتكلم ان شاء الله عن طبعا نحكي شيري فانكشنز دوت جابا وهذا الميل امتزل طبعا بمحاضرة اليوم شاء الله بدنا نتكلم عن شي لشي سوى الفانكشنز طبعا شو هو هذا الفانكشنز خلونا مع بعض قد بعمل شير ما اعمل معنا لصيفه طبعا هذا نعمل سوى خلونا نعمل معنا 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 نعم فإلى أن ينفذ جميع الأوامر البرمجية ثم يقول لك إيش إنج إنتها البرنامج إنتها تنفيذ البرنامج طيب الوضع الطبيعي أن يقوم بالتنفيذ لكل الأوامر البرمجية أنا وأغلب البرامج البرمجية أنا ما بدي يقوم صحيح أنا بكون كاتب كل الأكواد البرمجية بس أنا ما بدي يتنفذ أول ما قوم بعمل رن أو بأول ما يشتذر معي هذا البرنامج أنا بحاجة في بعض الأوامر المرمجية البرمجية مثلا هذه الأوامر البرمجية 6 بين прокالب وتنفذ. ستنفذ معين. هذا تنفذ أثناء تنفذ البرامج. أو خليني نسمى مشكلة مثلا هذا. ينفذ. اول ما ينفذ ينفذ البرامج على 3 تماما ما في مشكلة. أما سطر البعض و سطر البعض هذه الأوامر بديها تنفذ في حالة معينة فقط. ثم أنا عندي مثلا هذه الأوامر تنفذ في حالة معينة. أنا ما بدي أول ما يشتغل البرامج بعد تفدا ello ما طبعاً هذا المثال البسيط تخيل إنه عندك على سبيل المثال آآ فيديو مثلاً فيديو بدك تقوم بتشغيله طبعاً شو الفيديو يكون موليو فيديو تمام؟ عندك زر على سبيل المثال الرجوع للخلف وعندك زر يقول لك توقف موقعاً مثلاً بدين بزر مثلاً اللي هو ستوب ثم زر التقن للفيديو اللي بعده تمام؟ هذي مثلاً بوتونات لا تخيل تمام؟ هذي بوتونات تخيل لما بعض إذن هذا هو برنامج للفيديوهات ويقوم بالفيديو تشغيله بهذا المعامل طيب تخيل معي إنه هذه الأوامر البرمجية شو هذه البوتونات هي عبارة عن أوامر برمجية؟ عند الضغط عليه يقوم بتعب تنفيذ أمر معين طبعاً هذا وهذا وهذا مبرمت فيه بداخله مربوط فيه برامج كتابات أكواد برمجية تخيل إنه أنا أول ما أشغل هذا الفيديو كل هذه البوتونات يتم تنفيذها يتم الضغط على هذا ويضغط على قفل وقت ويضغط على ستورك ويضغط على هذا الباب يسير ما بيعرف شو نتشير بالضبط صحيح؟ تخيل إنه إنت مثلاً عندك كمان كيبورد ويضغط على جميع الأزرار فكل الأحروف قالت تكتب لا أنا بدي يضع حرف A فقط عندما أضغب حطي A في الكيبورد منطقي جداً أنا ما بدي كل هذا يتم تنفيذه مرة واحدة أنا كل شي عند حاجتي إلو يتم تنفيذه وهذه الفكرة لا تتب إلا بأمر إشي يسموه الفانكشنز شو يعني الفانكشنز؟ يعني أنا بقوم بعمل أوامر برمجية في الكود عندي لا تتنفذ إلا عند حدر إيفنس معين عند مونادات هذا في إيفنس تمام؟ قم بتنفيذ هذه الأوامر برمجية اللي اللي بتسوي لي الإشي اللي بيتني يا منطقي جداً مثل ما تكلمنا الآن فيه مثلاً عندي أنا اللي هو الميديا بلاير مثلاً تمام تخيل إنه كل الأزرار اللي بالداخل هيتقل للفيديو بتالي وانتقل للفيديو التالي وثقة الصابق وعملني باس وعملني ستوق كل إن كبست مع بعض ما في شي معاني يمضبط لأنه واضح سريع جداً بالتنفيذ يقوم بتنفيذ لاعقاً فأنا شو اللي بسويه؟ بقوم بعملية تقسير بهذه الأكواد البرمجية هذا يتم تنفيذه في لحظة الفلانية طيب كيف هذا الشيء ممكن أقوله أحكين له مثلاً أنا هي أوامر البرمجية هذه تمام؟ هنفذ في جزئية معين أو بهذا الوقت معين أول شيء يلزمنا هذا المقطع يكون له اسم فإذا الفانكشن له اسم فليكم مثلاً هذا اسم فان ون هذه الأوامر بهذا مثلاً اسم الفان ون وهذه الأوامر اسمها مثلاً فانكشن 2 تمام؟ وهذه الأوامر اسمها فانكشن 3 الآن أنا أثناء التنفيذ الأكواد البرمجية باتي بحكي له والله يبدي أول شيء يقوم بتنفيذ الفانكشن 1 تمام؟ تمام فانكشن 1 تمام؟ أو عند الوزر مثلاً إلي قام بالمنادات هذا الفانكشن يقوم بتنفيذ هذه الأوامر فقط إلي وظيفتها مثلاً بتعمل فيديو للخلف تمام؟ مثلاً هذا وظيفته يقوم بعمل فيديو للخلف لنقذ نقذ نفس المثال تكلمنا في الآن وهذا وظيفته يقوم بعمل ستوء للفيديو فإنه ما بيتم تنفيذ هذه الأوامر إلي إصلاب تسوي لي ستوب له هذا الفيديو إلا بس عندي لي وزار ماذلاً يقوم بمنادات هذه الأوامر البرمجية طيب إحنا هذا المنادات والمنادات والشمادة هذا أمر تاني أنا برمجة أخرى تسمي GUI وسأنتكلم عنها لاعقة كيف تسوي إشي حقيقي يوزرز قدامك إن شاء الله لكن برمجياً أنا كيف أقول في هذه الأوامر البرمجية عندما أولادي اسمي فانكشن كيف يتم مولادة اسمي فانكشن؟ فقط يتم تنفيذ هذا الشيء فهذا هو التعريف الفحرفي لأي شخص فأنا بقم بعمل فانكشن فانكشن أصلاً يعني أوامر أو كذا أو طريق التعامل معين تمام كيف يتم تعريف الفانكشن؟ طبعاً هذا يسمى فانكشن طبعاً أحنا عشان ما نتخربط أنا حتى بحث بش أضيف هذة الأمور طبليك نستدق كما ذكرنا لاعق إن شاء الله وهذا اللي أنا أحذفه قصير تمام الآن هذا هو فانكشن تمام إذن أنا بس ليش هذا الفانكشن در موجود لأنه مثل ما ذكرت إنه زي أن البرنامج ما بيشتغلت اللهم صليتهم عمل البرنامج ما بيشتغلت إلا عندما حدث معين كالتالي فبالتالي أصلاً أي كود برمجي ما له هذا؟ تمام؟ أي كود برمجي يتم تنفيذه فش هي الميل؟ هذا الميل بقولك أنا ما بتنفذ إلا لما تعمل برمجي فبيروح الكوبالر بيدور وين اسم الميل؟ تمام؟ فهذا فانكشن محجوز أصلاً للغة الجابة فالآن كيف هي التعليج المتغيرات؟ عشان التعليج المتغيرات بتكون عادة من هناك نوعين من نوع المتغيرات وسألت تفصلوا منها إن شاء الله لكن عمنا متغيرات تسمى void functions ومتغيرات ترجع فيها ومتغيرات لا ترجع فيها طبعاً شو الفرق من التوم سنتقلع عنه في المحاضرة القادمة لكن اللي بدني بحظة لهذا اللي هو تعريف عن الفانكشن ولا لك عشان تسمي الفانكشن تكتب void في البداية طبعاً ليش void في هناك تقسيمات أخرى في هذا تسمى اللي هي void function هذا أحد أنواع الفانكشنات طبعاً شو فيه أنواع وبراك الريتين فانكشن والريتين لها أنواع كثيرة عشان نفصل للأنواع خلينا نحاضر لوحدة أفضل تمام؟ طبعاً وبالإضافة غير كلمة void في عندنا له اسم هذا الفانكشن واسم الفانكشن يفع نفس طريقة تسمية المتغيرات البسيطة فإن تقدر تعرف متغير يبتع برقم ما بتقدر تقدر تعرف متغير يحتوي على ربوز خاصة ما بتقدر كذلك أسماء الفانكشن فإن تملك عاد جداً سمي الفانكشن اسمه x فعلا أنه هو اسم هذا الفانكشن والفانكشن يجب أن يحتوي على قوسين طبعاً كلمة قوسين هي آخر مرة راح أتحدث فيها هذه القوسين البرمجية تسمى باراميترز هذه القوسين يسمى باراميترز إذن نوع الفانكشن واسمه واسمه هذا الاسم والفانكشن والأهم من ذلك كل فانكشن لازم يكون له لوك أو مكان إذن هذا المكان بالداخل للضيفة الأوامر البرمجية اللي بدك تكتوبها اللي ما راح تتنفذ أبداً إلا إذا إيش إذا أنت قمت بموناداته بمواصلة اسمه هذا الفويت له وظيفة ولا فواد معي إن يعرف نوع هذا الفانكشن وهذا اسم عشان أنا كيف ممكن أحكي تنفذية أوامر البرمجية بالداخل عشان موناداته وفي عندنا شيء آخر اسمه الباراميترات الباراميترات اللي هي تفيد لي في إيش عملية تمرير الداتا وسنتحدث عنه في المحاضرة القادمة إن شاء الله على تمرير الداتا لكن الآن أنا ببساطة بأتبع أحكي له مثلاً أمر بسيط هذا أمر بسيط كلمة هلو على سبيل المثال كلمة هلو طبعاً في الوضع الطبيعي منلاحظ أنا أصدر غالش نشوف الوضع الطبيعي هذا هو برنامج ليجي ننفذه ما رغم أسيب أي شيء تاريخ تماماً ليش؟ طبعاً أول شيء كومبانر قولك أنا ولا بعترس بأي طنكشن آخر بس بأتفرج عن الميل شوفي جوه الميل أنا بنفذ فقول له حقاً روح تفرج هاي المئرن ما نفذ أي شيء طبعاً الآن جوه الميل أنا هذا الأمر ليش ما كنفذت لأنه أصلاً ما ندعته فأنت مثلاً بهذا المكان روح ندعته كيف بكتب عملية المنادع؟ شو اسم هذا الفانكشب؟ فتحكينه مثلاً إكس وضيس طبعاً القرامتراف فالآن تقومت بعملية المنادع فشو اللي يصير بالضغط؟ بروحه بداخل الميل أول مثلاً بالكومبايل بلاحظ في عملية المنادع فبروح مباشرةً على الفانكشن بداخله شو هو الفانكشن الاسمه إكس بروحه بداخله كل الأوامر اللي بداخله وبيرجع مكان بهذا المكان ويقوم التنفيذ الأوامر البرمجي لأتواجده داخل الميل فأنا لو كان عندي أمر آخر مثلاً هذا مثلاً هذا أمر برمجي اسمه وولد مثلاً وولد شوفي نكون اللي قاله وولد في هذية بطريقة مثلاً سبعاً بعمل الكوبايلر ربعاً كما اتفقنا لينفذ هذا الأمر بكتشف أنه سيعملية المنادع بنسى كل الأوامر اللي أسبر بروح على هذا الفانكشن فأنا بنفذ كل الأوامر اللي فيه خلص بهذا المكان بيرجع وبرجع محل المنادع اللي كان هو موجود فيها ثم يعود في تنفيذ الأوامر الثالية إلى أن يصل إلى آخر فلوك لهذه المنت وهذا هو أصلاً برنامج لازل يكون فيه فانكشنز ليه يرتب جميع الأقواد لديك اللي هو هذا الرئيس يسمى الميل وبالتالي قاد عندك شو مكان عندك مثلاً بهذا المكان فانكشنات كفرة مثلاً عندك فانكشن اسمه X فانكشن اسمه X فانكشن اسمه X1 X2 اسمه ما في إشكالية فأنت بس ما عليك إلجار تنادي منادة لهذه الفانكشنز ثمان لهذه الفانكشنز فأنا شو متوقع مني إنه في طباعة هذه الأوامر المنادعية منطقية راح يطبع لي هذا له ثم Word ليش؟ لأنه بس ينفذ X لتطبع لي هذا له ثم يعود بيرتاب يلاقي هذا الأمر بطبع كلمة Word راح ننفذ ذال لهذه الحقيقي صحيح؟ نعم أول إشي طبع لي هذا له ثم طبع Word ثم أكمل هذه فأنا لو كانت عندي هذا الترتيب بشكل مختلف ما بعد هذا الأمر منطقية راح يطبع كلمة Word ثم راح تنفذ هذا الأمر والتالي أنه أنا نفذ هذا الأمر راح يطبع هذي ونروح نتأكد لاحظ انه في البداية نفذ امر ورمت انه يموزد عندي في البداية ثم نزل عندي الكمبيلر بالنساط لنساط لنقوم بالتنفيذ لقى هذه المنادات اذا في فنكشن في اوامل كثير من اوامل البرمجية بداخلات انا بدأ قوم بتنفيذها في هذه الطريقة طيس ما امترض جدا الان احنا على الاقل فيهنا فيبنا شو يعني فنكشنز وانا قمت بتقسير وتأتيع اقوات البرمجة لان انا اصلا ممكن هذا المنادات انا ديها قد ما بدي فانا كمان الى فائدة اخرى انو انا عندي مثلا اوامل برمجية انا بدي انا فيها لكن ما بدي اكتب هذا الامر دائما عندي هذا التخيل انك فنكشن كثير اوامل احنا اسطل واحد هون بس لكن بالعادة في كثير اوامل برمجية فانتخيل كل هذه الاوامل برمجية تبتكولها بداخل من لا اكتبها مرة واحدة وبس بقوم بعملت المنادات فهذا عرضنا انا بدي اقوم بمنادات اوامل بهذا المكان ما تقهي الشو راح يطبع راح يجي على هذا الامر اسمه اكس روفي على الفامشن اسمه اكس نقبل اذا راح يطبع لي هلو ثم راح يجي كلمة وولد ثم راح يرجع على نفس كمان المنادات اسمه هلو تم بيدنا التنفيذ هذا البرنامج هلو وولد هلو نشوف اكتبها مرة واحدة واقوم بمناداتها بنانا على طبعا سير الطريقة تعمل البرنامج مناداتها مرة واحدة ان شاء الله تمام لامر معيه طبعا انا اللي بدي اياه من هذا الفانكشن طبعا انا هذا الفانكشن ثم اتكلمت لانده انواع كثيرة في عنا الفايت الفايت اللي هو بس يقوم بتنفيذ اوامر معينة وانتهى الموضوع في عنا الروي اخر من الفايت من الفانكشن اللي هو تسمى الريتشاير فانكشن وبتكون بتسمية متغيرات زي الانتجار تمام زي بهذه الطريقة مثلا عندي الانتجار مثلا الدابل مثلا تمام طبعا لكن هذه المتغيرات طبعا يعني شو اللي هو الداتا تايبس شو تاتا تايبس اتعلمناه لانا الانتجار والبابر والبوليان والاستوار الكثير صحيح الكثير هذا يسمى الريتشاير الفانكشن. طيب ليعني تسمى ريتشان فانكشن و ليش ماعطيني error؟ انو انا اذا ما حطيت. عرفت الى على طريقة الريتشان فانكشن الي هي اي نوع من الواس المتغيرات يجب ان يكون بهذا علمτικات、 بالنهاية بالنهاية لازم يكون عندي، نكتограф0 بتحفظ محدد من هذا المكان، أرن مثلا صفر الريتشان اللي ب日نا اياه لاعب من الان الارع اللي كان موجود معي فالان العام اشتغلوا ريتير اه راح هذا الارع طيب شو اني ريتير وشو وظيفة هذا الريتير انه لازم انا يطول عندي بارجاع لقيمة وعيانة شو يعني مش معمين بقولك حاضر انا تخيل عندي انه هذا الامر الضغمجيه وتبقى التاري مثل هذه system it's out بس ناخد صورة عنها ثم نفصلها ان شاء الله في محاضرات المحاضرة القادمة تحديدا طيب نادي اطبع الفنشن اللي اسمه x الان هذا الفنشن اسمه x طبعا المونادة بعدي الطريقة تمام اطبع الفنشن طبعا لقى مونادة بهذا المكان زي كأنه بدأت تتبدن هذه المونادة بارجاع شيء معين بارجاع شيء معين مثلا انا ارجعت بهذا المكان هذا الشيء البسيط قلت له الريتير ارجع لي هذا الرقم مثلا رقم عشرة تمام الروح هذا الرقم عشرة شو اللي بصير الضغط اطبع هذا امر بسيط عادي جدا اطبع لقى ايه مونادة اذا بيروح يتفرج على المونادة مش متوقع ينتنفل اوامر برمجية كاملة بقدر من انه متوقع انه يستيلي عملية ريتير مكان هذا الـ x فبيجي هذا الريتير ما بعد الريتير بنمسك يعني رجع لي اياه مكان المونادة فكالي بحكي له اسوه عاشرة مباشرة اروح هذا الشيء نشوف منه صغير فهذا هو الفرق طبعا لاحظ هذا عشرة طبعا ليش اعطاني بصير الضغط لانه اصلا نعرفين الفنشن من نوع الضغط فانا عندي نوعين فاخيرها بالشكل التالي فعندي نوعين من انواع الفنشن من هذا المكان فانكشنز تسمى الفولد يعني ضريقة وفانكشنز اخر فانكشنز تسمى الريتير فانكشنز ولها كيف اميز الريتير عن الفولد بيكون الفولد يكتوب ببداية فولد الفولد الريتير بيكون مكتوب بجاي اي نوع من انواع دفتايب شو انواع دفتايب اما انتجار اما دابل اما فلوت اما سترينج اما اي نوع من انواع المتغيرات تمام هذا هو الريتير فانكشن اللي كي شو تتميز انه هذا يجد بالنهاية يكون عندي ريتير وهذا ممنوع يكون في عندي ريتير والطريق فرج عندك مثلا بهذا المكان المين هذا المين فيه فقط فويت مش ملود في نهاية الفانكشن هذا اي ريتير لكن انا طوما شلت هذا الدابل وعملت له فويت فقط في هذه الطريقة ره يعطيه ايرو لك ماذا النوع غير مقبول ان يكون ريتير فهذه هي انواع المتغير انواع الفانكشنز عندي فانكشنز طبعا اللي هي الفويت وعندي فانكشن اللي هي الريتير كيف اميزها عن طريق انه الاول هذا معرف احدى انواع دفتاج لانتجار او غيرها تمام طبعا لسه في عندي تقسيمات اخرى في عندي اوفرلودينج والاوفرلودينج وكثير غمور كمان خلينا بس ان ناخذ المحاضرة على الاقل القادمة اللي هي شو بدنا نعرش شو يعني هذه القوسين تمام انه ممكن امرر بارامترات وكيف استقبل داتا تمام هذا سنتكلم عنه بالتفصيل في المحاضرات القادمة لكن بدي اطلب من الجميع شي بسيط بنا انه عرفنا المتغيرات بدي من الجميع ان شاء الله اللي هو يسوي يسمى من يسمى مثلا السينديد اه 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 ابي هاري الطريقة السينديد ثم اه 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 تمام اسمه ثم اه اه أه اه 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 توقع في هاري الطريق اي فكرة هذا السينديد معنا التصاعدي وتسنيك مع هذا التانجلي نفس الطاقس القديم اللي تكلمنا عنه بهذا تمام نفس الطاقس القديم اه لا بهذا الفنكشن بس ناديه الاول تمام اه اه مش ناديه الاول اه بني بس اه اه لما اتخذنا اخذنا عنا سابقا اللي هو والله ما صالت نعمت لجملة ادخال الاسكانر تمام اه يقول تقوم باتخال قيمة ادخل الرقم مثلا اذا ادخلت وان وعملت انتر بيجيب لك اللي هو اسمه السندي القائمة هذي بطريقة مرتبة يطبحها بطريقة مرتبة اما اذا ادخلت اشنين لهذا المكان يقوم بمنادات الفنكشن الاخر اللي هو اصلا بيسوي السندي فالما شو مطلوب منك مطلوب انه نفس التاسك القديم بدل ما يرتب بطريقة مرتبة بدل ما يرتب بطريقة مرتبة تمام يصير طريقة عكسية وبالاضافة طريقة مرتبة يعني عندك two functions تمام طبعا الترتيب جدا بسيط فقط الافتلاف لدينا بسيط ممكن يعني الوديين لدينا متشابهات لكن الافتلاف بسيط لدي الجميع اللي هو يفكر فيه احنا كنا نقول اذا كانت اكبر بس ما دينا اذا كانت اصغر راياتك دي سندي ان شاء الله تماما اللي هو بهذا فعندك two functions كاتب فيه لغة برمجية ما تستخدم ليه هذه الطريقة لهي package هذي بس من باب المعلومة حتى اوضح لدينا بإمكانك الاستفادة من بعض الاوامر المكتوبة سابقا بلغة البرمجة حتى يريع عليك الأقوى البرمجة علما انت هذه الريد وتصور اصلا التقومت بمنادات بمنادات الفنكشن معين يسبح هذا الكود اللي احنا كتمناه الآن طبعا البلت ان فانشن سأوبا سنتكلم عنا برضو مع المحاضرة القادمة يعني المحاضرة القادمة نتكلم عن تنبير البارامترات وسنتكلم تحديدا بتفصيلات اكثر عن انواع ان فانشن اذا كانت ترجع داتا او لا ترجع داتا بالاضافة هذا التاس يدى المضرب لانه المحاضرة القادمة رح كون فيها شوية دسا كطلوات اضافية رح كون فيها شوية اه اضافة اكثر ليش 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 اكثر اللي احنا بالمحاضرة بدنا نعتاد ان كل محاضرة او المحاضرة التالية يكون فيها امور اضافية 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 او في اينا اذا ننصل لنرحلة ان هذا عادي نستقبل جدا المعلومات ونكون فاهمي تماما فهذا هو التاس كلا اتمنى من الجميع اللي هو يقوم بتنفيذو حالة شو المطلوب بالنك تعمل اسكنر طبعا شان اسكنر لسه ينتظر من المستخدم ينزل يكتب ون او دو فعال ونحطير انا في هذا المكان مثلا مثلا حطيك ينتظر تخليل اسكنر ينتظر مثلا او يعطيك مثلا اه رسالة ترحبية تريد ترتيب الاريه هذه الاريه على اسم المثال هذه الاريه كمام معرفة بالأعلى مثلا بهذه المكان تحب تعرف هذه الأرناء تترتب عملية المرتبة الآن تحب ترتبها تصاعدين أو تنازلية واضغط واحد إذا كانت تنازلية واضغط اثنين إذا كانت مثلا تصاعدية عسب المثالي هذه الطريقة ثم أنا بحب أتفرج هذه الرسالة بحيث يقول له مثلا وين بحكي له وان والله وان بان متوقع مني يعطيها تصاعدية عطيت اثنين متوقع ألقى النتيجة بهذه المكان تنازلية وهذا تاسك إن شاء الله أتمنى نجيم التسليم نطاع أفتح فيه إن شاء الله لهذا العثل المحاضرة أو أدوك تكبير المحاضرة القادمة مهمة في غاية الأهمية تمنى من الجميع أن يكون يحضر في وقتها إن شاء الله طبعا أعتذر عن اليوم كانت المستوضر المحاضرة على الثلاثين وسوينا على الأربعة للظرف معجل طبعا المحاضرة القادمة على الثلاثين من طبيعين إن شاء الله طبعا في المحاضرات الماضية قلنا أننا بدنا نعمل اللي هو هو بولينج على الجروب مخصوص محاضرة أخرى خليها بس شوي نمشي شوي بالمحاضرات ثم راح ندسل تقسم الموضع إن شاء الله أكثر إن شاء الله تمام أكتف إن شاء الله لهذا الحد موسيقى